أكد سامح شكري وزير الخارجية رئيس المؤتمر الخاص بالأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كاب 27 أهمية وجود خطة تمويلية بهدف التكايف مع تغيرات المناخية أضف شكري خلال جلسة مبادرة السعودية الخضراء ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بشارم الشيخ أن الدول الأفريقية تساهم بنسبة بعاتات تمثل 4% فقط ولكنها تأثرت كثيرا بكل الأحداث المناخية التي حدثت في الفترة الأخيرة لافتا إلى أهمية التمويل في توفير فرص للتخفيف والتكايف المناخية التحدي خاصة في البيئة الاقتصادية الحالية وأن هناك الكثير من الضغوط ولكن كما قال النجاة سواء كانت صعوبات اقتصادية أو صعوبات سياسية فإذا لم نعترف بوجود هذه الصعوبات فإننا نعزل هذه المناقشات عن آليات التنفيذ وكذلك تكون بمعزل عن الظروف وستعيق أي طرف من الأطراف من العمل وسيكون وضعا صعبا يجب أن نستكمل تركيزنا على التنفيذ وأن نوفر التمويل المليار دولار كإظهار الثقة والالتزام ونحن بحاجة إلى هذا التمويل وكذلك تعزيز تمويل القطاع التمويل المقدم من القطاع الخاص للمنشآت الحكومية كذلك نحن بحاجة إلى إصلاح البنوك المتعددة من أجل خفض التكلفة وتوفير الحوافز والضمانات من أجل مشاركة أكبر للقطاع الخاص ومرة أخرى فإن المسألة الرئيسة هنا هي وجود إطار تشريعي ويجب أن نرفع هذه التموحات أثناء مؤتمر الأطراف هذا ومؤتمر الأطراف القادم الثامن والعشرين وفي كل مؤتمر أطراف يجب أن نستطيع أن نبين هذا للجمهور لقد أتيتوا من اجتماع خاص بالشعوب الأصلية هذه الشعوب الأصلية تأثرت بشكل كبير أصبحت هذه المسألة مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم وهذه ليست سياقا للتفاوض سياقا طبيعي ولكن نحن بحاجة إلى أن نضع مصلحتهم في المقدمة لأن تغير المناخ يؤثر على معيشة هؤلاء الشعوب الأصلية والسبل حياتهم ونحن لدينا مسؤولية إنسانية مشتركة ونحن بحاجة إلى أن تنفيذ عمليات حقيقية يكون لها أثر حقيقي على الإنسان